اشتركوا في القناة وقبله وعنقه قال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني بأمر فقال إسماعيل عليه السلام ففعل ما أمرك ربك فقال إبراهيم عليه السلام وتعينني فأجاب إسماعيل عليه السلام أعينك فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى تلك الرابية المرتفعة هو ده النص المذكور في كتب التفاسير لكن وراء النص حاجات كتيرة لازم نشعر بيها علشان نعرف مدى عظمت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام قال إبراهيم تلك الكلمات الخالدة وعمره تجاوز المائة عام كان شيخا كهلا عجوزا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ومعنى أمة أي إمام يقتدى به وقانتا لله أي خاشعا وخاضعا لله في كل أوامره وفرق شاسع جدا جدا بين من عشق التكليف الإلهي ومن أراد أن يلقي عن كاهله أبق التكليف وحنسرح بخيالنا شوية ونفكر إزاي قدر سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام ببناء هذا البيت أول خطوة كان لابد من تهيئة الأرض وتطهيرها ولم يكن معهم من الأدوات إلا بعض الأدوات البسيطة ويبدو أن الأمر في غاية الصعوبة ولكنه ما قام به على أفضل ما يكون ثم أتى سيدنا إسماعيل عليه السلام بالحجارة وبطبيعة الحال لم تكن حجارة متماثلة ولكنها مختلفة في الحجم والأبعاد وكان لابد أن يجعل من وحدات البناء وحدات متشابهة ومتماثلة لأقصى حد وهي له من مجهود شاق في ظل عدم توفر أي أدوات مناسبة ثم قام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبناء ووضع حجارة فوق حجارة فوق حجارة قام بكل ذلك وهم يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ظل على ذلك الحال فترة طويلة من الزمان ولكن من ذاق حلاوة الإيمان واستحضر عظم الجزاء ازداد قوة وإصرار على إتمام ما بدأ وبعد أن أعانهم الله على إتمام البناء توجه إلى الله بالدعاء وقال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا ثابتين على ملة الإسلام مستسلمين لك ومنقادين لأحكامك واجعل من ذريتنا أمة ثابتة على الإسلام منقادة لأحكامك مستسلمة لك بالتوحيد وأرنا وبصرنا وبين لنا مناسك ومعالم عبادتنا وتب علينا وتجاوز عن ذنوبنا إنك أنت وحدك كثير التوبة كثير الرحمة على عبادك نجد أن تكرار ربنا من باب أدب دعاء الأنبياء مع الله عز وجل وفيه من الضراعة لله والخضوع لله والاحتياج الدائم لله عز وجل ربنا وجعلنا مسلمين لك أليس إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام مسلمين؟ بلى فلماذا الدعاء بشيء موجود؟ لأن الدعاء بشيء موجود هو دعاء بالثبات على هذا الأمر ودعاء بالزيادة من هذا الأمر يعني ثبتنا على الإسلام وزدنا استسلاما وخضوعا لك فإن هذا الإسلام لا يدوم للعبد إلا بتوفيق الله عز وجل وكم مرة رأينا إنسان ملتزم في بداية حياته ثم تحول للإلحاد والكفر وهلك على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله جميعا الثبات على الإسلام وحسن الخاتمة ربنا واجعلنا مسلمين لك وحدك خاضعين ومنقادين لكل أحكامك وشرائعك ملايين الناس مكتوب في البطاعة بتاعتهم في خانة الديانة مسلم لكن للأسف الشديد مش كله إسلام صحيح فيه المسلم لله وفيه المسلم لغير الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة فمن أراد النجاح فعليه بالجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والإسلام المقصود في الآية الكريمة هو الإسلام كمنهاج وطريق للحياة وليس الإسلام كشريعة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وكتابها السماوي هو الكرآن الكريم وكثيرا ما كان يدعو إبراهيم عليه السلام لذريته ومعنى إبراهيم الأبو الحنون والأبو الرحيم وهذا توجيه من الله عز وجل لنا بالدعاء للذرية فلندعو لذريتنا بالصلاح ومن منا من لا يرغب بعد موته في ولد صالح يدعو له واستجاب الله عز وجل لهذا الدعاء وجعل من ذرية سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام الأمة الإسلامية ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فتتصل الأجيال في طاعة الله عز وجل ولما ذاق إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حلاوة التكليف طلب من الله زيادة في التكليف وقال وأرنا مناسكنا والمناسك لها معنى عام ومعنى خاص المعنى العام اللي هي العبادة والمعنى الخاص اللي هي مناسك الحج واستجاب الله عز وجل وأرسل جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام وأراه مشاهد الحج من منا والمزدلفة حتى وصل إلى عرفات فقال له جبريل أعرفت أعرفت فقال إبراهيم عليه السلام عرفت عرفت فسمي الوقت عرفة وسمي الموضع عرفات وأرنا مناسكنا قالاها لكي يتعبد إلى الله بما شرع الله ومن يتقرب إلى الله بغير ما شرع الله فلن يتقبل منه وتب علينا هل أذنب إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ليطلب التوبة؟ نجد أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبار الذنوب ومعصومون في تبليغ الرسالة السماوية ولكنهم بشر فأحيانا يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم فسبقوا أن أكل آدم عليه السلام من الشجر المحرمة ثم تاب إلى الله فتاب عليه وأراد موسى عليه السلام أن يدفع الظلم عن أخيه الإسرائيلي فوكز القبطي فمات وهذا يعتبر قتل خطأ ثم تاب إلى الله فتاب عليه ولم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا في ثلاث مرات وكان هذا الكذب لحاجة ومصلحة شرعية فقال لقومه إني سخيم ولم يكن سخيما حتى يستطي تحطيم الأصنام ولما سأله قومه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا ولما سأله جبار في مصر عن سارة قال هذه أختي فأين نحن من هؤلاء وكم نحتاج من استغفار وتوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم أنت ضمير الفصل يفيد الإختصاص والحصر لله عز وجل بالتوبة والرحمة والتواب صيغة مبلغة لكثرة عدد من يتوب الله عليهم فالله عز وجل كثير كبول توبة التائبين والله عز وجل كثير التوفيق إلى التوبة ومهما بلغ الإنسان من صلاح لا يخلو من وجه من أوجه التقسير يحتاج إلى توبة فمن وفقه الله لاجتناب الكبائر وقع في الصغائر ومن وفقه الله لاجتناب الصغائر وقع في الخواطر والخطرات ومن وفقه الله لاجتناب الخواطر والخطرات وقع في الغفلة عن ذكر الله تعالى توسل إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأسماء الله الحسنى وقال إنك أنت التواب الرحيم فلنتخير عند الدعاء لله بما يتناسب مع المطلوب من أسماء الله الحسنى فإذا دعوت بالشفاء فقل يا شافش فيني يا رحيم ارحمني يا قوي قوني ومن أفضل المواقف للتوبة والاستغفار أثناء الوقوف أمام بيت الله الحرام وخير ختام هو دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاخفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت جزاكم الله خيرا